تحصلت قناة النبأ من خلال تسجيلات الملاحة الجوية المصربة من قاعدة بنين الجوية ببنغازي على خريطة للرحلات الجوية التي تقوم بها طائرات أجنبية تتبع سلاح الجو في عدة دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا طائرات سلاح الجو الفرنسي المشاركة في العمليات تتخذ إحدى طائرات التجسس التابعة له من مستوضع الشرطة بقاعدة بنين مخبأ لها وتخبط وتقلع طائرات أخرى أكثر من مرة في خط رحلات بين قاعدة بنين وقاعدة إفرو شمال فرنسا أما طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني فنفذت عدة رحلات خط سيرها بين قاعدتي بنين الجوية وقاعدة عسكرية تتبع النيتو في جزيرة تشانيا باليونان طائرات سلاح الجو الإيطالي تنوعت رحلاتها إلى مطاري الأبرغ وبنين أخيرا فقد تنوع خط سير رحلات سلاح الجو الأمريكي بين مطار بنين وعدة قاعدة بالبحر الأبيض المتوسط ولم تتوقف منذ العام 2011 حيث تم تسجيل رحلات بخطوط سير بين بنغازي وقاعدة سيغونيل الأمريكية في كاتانيا بجزيرة سيقلية الإيطالية وخط سير آخر بين بنغازي وقاعدة جزيرة تشاينيا اليونانية وخط رحلات أخير بين بنغازي وقاعدة إيكروتري الإنجليزية في جزيرة قبرص طائرات هذه الدول شاركت في عملية تجسس ورصد الأحدثيات وتنوعت بين طائرات شحن وأخرى بدون طيارة ويستنبط من خلال تسجيلات درجات الحرارة خلال التسريبات الصوتية أنها سجلت خلال الربع الأول من العام 2016 وهي الفترة التي تسربت فيها أخبار الدعم الأجنبي العسكري لحفتر عبر غرفة عمليات بقاعدة بنينة شكرا